أكد حلق حلق رسمنا التنك الأبر سيركس تباعها يكون عليها بابلي بمختلف أنواعها في عنا خوليات في عنا سيركم فيليت في عنا كمان اللي هي الفنجي فور حلق هون مبينة السيركم فيليت وابلي كمان في عنا في عنا الفي شيف سلكس ترمينالس آآ 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 ألسو هون كمان مبينة هلق الطب في شيف تبع سلكس ترمينالس مبينة ومبينة في عنا اللي هي الفراملسيكم مش كتير واضحة هون بس في عنا البودس اللي موجودة هون هاي كلياتها سيركم فيليت بابلي أعددها من سبعة لقماش حلق بالنسبة للفراملسيكم بتفتخ بيها الفيروغلوسل داكت اللي هي الدكت الفيروغلوسل داكت حلق حلق بالنسبة للتنك هيك مكل خلصنا هون كمان المربوطة اللي هي عبارة عن الإبيغلوتس والمبينة لو هون بدنا نفتح اللارنكس ونروح نشوف اللي هي هذه الفولت اللي هي البوكل بتكون البوكل فولت حلق بتكون البوكل فولد هلق هون ممكن كمان يسألنا دكتوري عن البريفورم البريفورم الخيار انهت من هنا ومش بينه لكن البريفورم هي مش علق فيها شكل السمكة حلق هك ما نكون خلصنا بقاك فالكيولي فالكيولي بس ضلط الفالكيولي فيهو منشوف بالنص في عنا فولد هاي الفولد اسمها الmedian glottocobiglottic fold هاي هاي شو؟ الmedian glottocobiglottic fold على الmedial sides تبعتها منشوف زي دبريشن هاي دبريشن نسميها هاي فالكيولي وهي الاثر فالكيولي هادوال البالكيولي بيصير في اغريكيشن في صلايبا فيهم هاي فالكيولي وهاي فالكيولي وهاي وهي الmedian glottocobiglottic fold هاكي منكل خلص لطن هلا بالنسبة الى الغلاند في عنا مبلش بالبريفة الغلاند هون عند الأوريكل تبعت الإير هلا فيه بالنسبة للتبعتها هلا هي بتيجي انتيرير للانتيرير بودر بتيجي بلو الأكلاوسطيق ميتس وكمان بتيجي بهاين الانفي الرامس و المعند هلا بالنسبة للبريوتاد بيت اللي هي طبعا بيجي بوستيري للبريوتاد في عنا الكروتاد شيث بمحتوياتها في عنا كمان اللي هي الاتيرين الجرقيلر فين واللور فور كرانيال نيرب و بس هلا هذول بالنسبة للبريوتاد البتة هلا بالنسبة للكونتنة للبريوتاد في عنا الكسرين الكروتاد أرثي بيضافة للفاشل نيرب و هذا الستم طبعا وبعدان هو الفاشل نيرب بيعطي ديفيجنز بيقسم البريوتاد جلاند لصوبة في الشيرو الولديم هلا كمان بالنسبة للبريوتاد الثرى الوضع اللي هو الريترى مانديبيلر بيين يعني صفة الريترى مانديبيلر بيين فاشل نيرب ستم و اكثر الكروتاد أرثي الآن بالنسبة للضكت التبعيه البريوتاد البلاند البريوتاد البلاند البريوتاد بيتطلع من الانتيرر بويدر بتروح بتكمل على اللاتران صاعد أو لمسيط المسل بعدان بتروح ميديالي للباكسيناتر بيرسي لباكسيناتر و اوبنس الابر مولار او هكا اندبع هكذا انتهى كنت خلاص بالبريوتاد فبنحكي عن المانديبيلر هلا السبمانديبيلر قلانت هلا بنسبة للسبمانديبيلر قلانت من اسمها ان هي بتكون under the mandible هي divided by the mylohyoid muscle into superficial part into deep part superficial part هو بيكون the upper portion of the glant بيكون موجود below the mandible بيكون يعني apparent below the mandible اما the deep part هو بيكون smaller part هلا smaller part بيكون موجود في depression او بتكون موجودة في الفصة اللي هي بيوجودة على المانديبيل اسمها السبمانديبيلر فصة موجودة below the mylohyoid line هلا بالنسبة للضغط تبعت السبمانديبيلر قلانت الضغط تبعتها بتيجي عشان تفتح بجمبل الفرنية لم اللي موجود على التن اللي موجود below the tongue بيوصل بين التنج والقم فيلو طبعا وتفتح هناك هي مع lingual ducts اللي هما بعددهم من 8 إلى 12 وبالنسبة للضغط كمان بتفلع من للنانديبيلر قلانت اللي هو أعطي من بيوصل بصفة ونحكي عنها انها هي اللغة شو ما نحكي عنها بس ما فيها عالي ما فيها اشي يعني براتي مش everything hard انه هو بزمها تحت الطانج وتكون تحت الخوض وبتفتح كمان ببوريلي جملة ببوريلي مع الدك تبع تصمي تبعها شكرا